بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله بوحي منه سبحانه وتعالى هذا الوحي أو هذا التشريع هو الوحي المتمثل في القرآن الكريم والوحي كذلك المتمثل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة النبوية وحي من الله عز وجل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أقواله وأفعاله وتقريراته هي السنة المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم فسنة النبي عليه الصلاة والسلام قول كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل صدر منه صلى الله عليه وسلم أو تقرير وموافقة على أمر حصل أمامه أو حدث وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره ووافق عليه وهذا التشريع وتلك السنة هي وحي من الله سبحانه وتعالى ومنزلتها شريفة كريمة مكملة مكرمة لأن منزلتها من منزلة قائلها وقائل هذه السنة هو أشرف الناس هو أكمل الناس هو أطهر مخلوق على ظهر هذه الدنيا هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فمنزلة السنة ومنزلة هذا التشريع وهذا الوحي الإلهي من منزلة قائله بل إن منزلته من منزلة مصدره سبحانه وتعالى فالله عز وجل هو الذي أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك الوحي بهذه السنة وقال الله سبحانه وتعالى في قرآنه آمرا للناس ومنبها للناس أن يأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أنزلنا إليك الذكر يعني السنة لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن الكريم فالسنة مبينة ومفصلة لما أجمل في كتاب الله عز وجل السنة مخصصة لعموم القرآن الكريم السنة تستقل بتشريع الأحكام حتى لا نرى أو نسمع بعض الناس ينكرون سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة مبينة للمجمل في القرآن الكريم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بأداء الحج وبإقامة الصلاة ولم يبين لنا في قرآنه كيفية الصلاة أو كيفية الحج لكن ذلك أثر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام في شأن الحج خذوا عني مناسككم وعلم الصحابة كيفية أداء مناسك الحج وقال في شأن الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي فالسنة هنا كانت مبينة لما جاء في القرآن الكريم كذلك السنة تأتي مخصصة لعموم القرآن الكريم فالله سبحانه وتعالى لما حرم الميتة على الناس حرم الميتة بصفة عامة وبصيغة عامة فقال عز من قائل حرمت عليكم الميتة وجاء في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص لهذا العموم فقال عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فهم السمك والجراد وأما الدمان فهم الكبد والطحال وكما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البحر أن توضأ منه يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه الحل ميتته فالسنة تخصص عموم القرآن الكريم كذلك السنة تستقل بتشريع الأحكام يعني حكم ليس مذكورا في القرآن الكريم لكنه أثر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحكم صار واجبا أن نعمل به وأن نأخذ بأقواله وأفعاله وتقريراته وسائر أحواله صلى الله عليه وسلم وأن نفهمها فهما صحيحا نفهم الأفعال والأقوال الثابتة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما أمرنا به الله عز وجل فقال وأطيع الله وأطيع الرسول وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة سنته ومن امتثال أوامره واجتناب نواهي نسمع بعض الناس بين الحين والآخر يقولون ما وجدنا في القرآن الكريم أخذنا به وما لم نجده في القرآن الكريم لا نفعله ولا نأخذ به هذا أمر حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بكتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عز وجل فالسنة النبوية تشريع ووحي من الله سبحانه وتعالى الفارق بينها وبين القرآن الكريم أن القرآن وحي تعبدنا الله عز وجل بتلاوته وبقراءته في القرآن الكريم لكن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم غير متعبدين بتلاوته هذا هو الفارق بين القرآن الكريم وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا ما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نلتفت إلى مثل هذا الكلام ومثل هذه الأفكار التي تخرج بين الحين والآخر وقال الله وإياكم سيء الآثام والأفكار والأسقام اللهم آمين وحفظ لنا سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة